نأتي لموضوع الكاستينج عندي حدد للنوع المتغير في ربما بعد المرات لما بدك تحدد نوع المتغير هذا الشي تقدر أنك تنفذه عن طريق الكاستينج الفايثون هو Object Oriented Language يعني وأيضا مثل أنه يستخدم الكلاسات ليحدد نوع المتغير يتضمن primitive type يعني لأنه على أوله الكاستينج بالفايثون إذن هو ينفذ Constructor Function يعني إنتجر مثلا construct إنتجر بنفذ لي إنتجر نمبر من إنتجر literal حرفيا و float literal عن طريق التقريب إلى الأقل للرقم القبلي أو الرقم القبلي و الرقم القبلي يحدد الرقم القلي لفلوت ينفذ نمبر من إنتجر حرفي من تغير رقمي إنتجر و float literal أو الرقم القبلي لفلوت أو إنتجر نزود في حرض string لفلوت أو إنتجر كما بنفذ string من مجموعة واسعة من أنواع البيانات متضمنة لسترينج والإنتجر والفلوت literal لو قلت نفذ لهذا المثال مثلا إذن قلنا فلوت إنتجر فلوت رح يقرب لي للقيمة القبلية هنا إنتجر 1 رح يعطيني إنتجر 1 يعطيني 1 2.8 رح يلغي ويرجع لي إلى القيمة اللي قبل يعني 2 والإنتجر ثلاث النصي رح يعطيني ثلاث نفذ ما عندي هاي مشكلة لقد قلت له طبعا لي للإكس والي والز برينت برينت نفذ فعلا جاب لي هاي واحد وهي رجعها الاثنين وهي طبعا ليها ثلاث مثال ثاني نفس العملية هون الفلوت رح يعطيني فلوت هون الفلوت رح يعطيني نفس القيمة ثلاث 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 فاصل ثلاث 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 إذن نحاول إيهن الفلوت كمان عندي همثلة نفس العملية نفس العملية هادي شيء اسمه يعني اسناد هون نشوف منلاحظ انه X is one بدي أحولها إلى فحولها إلى الثاني سأعطيني string الاثنين هو انتقر لأنه قلت له casting string يعني أعطاني string هاي فلوت 3.0 فلوت كمان حوليها إلى string أضع إيها بين single quotation mark قلت له ونفذ لي فعلا أعطاني كلهم string 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 لذلك كانت ثم 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 اشتركوا في القناة